اشتركوا في القناة خاصة للاعبي متضمنة بعض المهام الفنية والخططية المطلوب تنفيذها خلال الفترة المقبلة تحضيرا لمواجهة النهائي وطالب اللاعبين بغلق ملف مباراة الذهاب في تونس بكل ما حملته وصب التركيز على المواجهة المقبلة التي تعد تحديا جديدا صعبا في طريق تحقيق اللقاب الثاني عشر كما حدد الجهاز الطبي برنامجا استشفائيا وبدنيا خاصا لمجموعة من اللاعبين خلال الميران الذي اقيم اليوم على ملعب التيش في مقر النادي بالجزيرة ويأمل الجهاز الفني في تجهيز كافة اللاعبين من الناحية الطبية والفنية قبل لقاء العودة ويرغب المدير الفني للمارض الأحمر مارسيل كولر في الوقوف على آخر تطورات حالة المصابين بعد خلضهم مرحلة التأهيل في الأيام الماضية لرسم الخطة المناسبة ووضع التكتيك المناسب الذي سيخوض به مباراة الحسم أمام بطل تونس والتي ستشهد حضورا جباهريا غفيرا من أنصار القلعة الحمراء لمساندة الفريق من أجل الظفر باللقب الثاني عشر في تاريخه من الأميرة الإفريقية اشتركوا في القناة